السلام عليكم الدراري في تحليل المباراة تشيلسي وبريطن في الدور الإنجليزي الماتس اللي خاص مر بحو تشيلسي بأي تمن بحيش أنه متعادلون على ليفربول والسيتي فيش هوم ست نقاط ومخاص مقاوخ صورة ماتش يعني مقاوخش الأغلاط عندو على التوخيل عندو الزياش اللي تالت ماتش حاليا ملعبش أساسي وغدو أيضا لكيفش كان ماتش وشنو نقاط ضعف كل شي فضلا فيديو والخوة تبقوتي للأخير نبدو بالتفاصيل أول حاجة تخل تخيل بالخطة اللي هي ماندي الحراسة سيزار عسبلا كويتا في ديفونسوري ودقر واندريس كريسسينسينت كان عدنا وصل ميدان كوفاتيت أو جورجينيو عندو واحد لإصابة خفيفة ملعبش كان بوليسيت كضاير أيمن تخيلوا معي بوليسيت اللي كلعب كجناح ولاعب هجومي لعبو كضاير أيمن و جيمس لعبو كضاير أيسر رغم أنه كان ألانسو يعني هنا عارفوا باللي ألانسو من مركز عليه ومعندوش أهمية كبيرة وعلى مثل الوجومي أوضاي مسلمونت لوكاكو في الشوت الأول المستوى دي الأوضاي ومسلمونت را كاريتي وكان خاز زياش نورمال مو يدخلوا مع البيدي بالشوت الثاني بحيش أنا مسلمونت أوضاي كانوا قدعوا كورات بزاف وكانوا غايبين دينيا لوكاكو كان فعال وتاني مات على التاولي كسجل وبالتالي بدك يرجع بقوة وكسغل الكوراتك يجيب بحيش أنا تسديداش ديل تيالسي في الشوت الأول كانت ستسديداش ربعة فقط على المرمى المركزة ولي تسجل من الهدف وتخيلوا معي الخوش أنا برايتون جاي التيران ديل تيالسي اللي هو ستانفورد بيج كانت عند السحوات طالع كانت ناقصهم تركيز وكانت ناقصهم فعالية وايضا الحارس ميندل قاوه ناضي في الشوت الثاني كما شفنا حاول توخل يحافظ النتيجة دي وبالتالي بدك تلعب تخوف اداء دفاعي بشوت تاني وكانت ناقصهم فقط علي كونتراطاك برايتون كانوا خطيرين وكانوا استغلوا بعد أخطاء لتوخل اللي توا كرجع لي لاعب كيبشي لي لاعب رجع لو كاكو هافردز اوضوي تصاب لي تشيل والب مرة و جيمسا وتصاب اليوم وتاقو سيلفا يعني تغير محدود على مو تسوى اللاعبين وبالتالي المركاتو غالباً غدي يجيب جوجوش ولا تلاش اللاعبين عقل ولا مزيان وتصدمة الكبيرة يانا الزياج اللي قدم مردود كبير في آخر مباريات من بعد ما كان تصاب دا دول فرامطن وبالتالي التوخيل معارش شنو كدير معاً اللاعب المغربي واش هدي إشارة باش يبيعوا اولى إشارة باش يلعبوا المالج جاي ويخليه في جاي زية تامة ما فهمت صراحة أشبلكم الخشفة الأداء هدا مكان